السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شكل موجود عندنا على سطح الأرض هو شكل الجبل دي عبارة عن أرض شديدة الارتفاع يبقى الأرض عليها جبال وكمان ممكن ألاقي على سطح الأرض منخفضات منخفضات يعني أرض منخفضة عما حولها كل الأماكن اللي موجودة حواليها مرتفعة وهي منخفضة أو نزلال تحت وممكن ألاقي كمان سهولة سهول يعني أراضي مستوية نقدر نزرع عليها ونمشي عليها ونعيش عليها عادي جدا يبقى سطح الأرض بيدم مرتفعات ومنخفضات وسهول يجي يسألني ويقولي في الامتحان بما تفسر تنوع سطح مصر لأنه يضم زي ما احنا شايفين كده مرتفعات ومنخفضات وسهول يبقى يعني إيه كلمة السطح؟ أشكال سطح الأرض من مرتفعات ومنخفضات وسهول يبقى نرجع نفتكر مع بعض تاني السطح أشكال سطح الأرض من مرتفعات ومنخفضات وسهول طب لو قال لي ليه بتتنوع سطح مصر يتنوع يعني أشكال مختلفة على سطح مصر لأنه يضم مرتفعات ومنخفضات وسهول الألوان المستخدمة على الخريطة تعالوا نشوفها مع بعض أول حاجة عندنا اللون البني هنا أو اللون البني هنا اللون البني يدل على المرتفعات كلمة مرتفعات ممكن تكون مثل الجبال أما بقى اللون الأصفر يدل على المناطق متوسطة الارتفاع متوسطة الارتفاع مثل الهضبة أما بقى اللون الأزرق يدل على المسطحات المائية المية ممكن تبقى زي البحر ممكن تبقى زي الخليج ممكن تبقى زي البحيرة أو ممكن تبقى زي نهر النيل يبقى تاني اللون البني يدل على المرتفعات مثل الجبال اللون الأصفر يدل على المناطق متوسطة الارتفاع مثل الهضاب اللون الأزرق يدل على المسطحات المائية بحر نهر خليج بحيرة أما بقى السهول زي سهول نهر النيل تلون باللون الأغدر السهول تلون باللون الأغدر أما المنخفضات تلون باللون الأغدر الداكن داكن يعني غامئ يبقى تاني السهول تلون باللون الأغدر أما المنخفضات تلون باللون الأغدر الداكن نفتكر مع بعض تاني الألوان اللي موجودة على خريطة مصر اللون البني يدل عن مرتفعات مثل الجبال اللون الأصفر يدل عن مناطق متوسطة الارتفاع مثل الهضبة اللون الأغدر يدل على السهول اللون الأغدر الداكن يدل على المناطق المنخفضة اللون الأزرق يدل على المسطحات المائية مثل البحر أو النهر أو الخليج أو البحيرة نبدأ مع بعض بأول شكل عندنا وهو الجبال زي ما احنا شايفين في الصورة كده إن الجبال هي أرض شديدة الارتفاع ولها قمة يعني ليها راس مدورة كده يبقى تاني أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وشديدة الانحدار من الجنبين يعني نزلة بالشكل دوت من الجنبين يبقى تاني أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وشديدة الانحدار من الجنبين يبقى الجبال أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وشديدة الانحدار من جنبي ايه بقى امثلة الجبال عندنا على خريطة مصر اول حاجة جبل سانت كاترين وزي ما احنا شايفين كده على خريطة موجود في جنوب شبه جزيرة سيناء يبقى جبل سانت كاترين تاني حاجة عندنا جبال البحر الاحمر وليه سميناها جبال لانها مجموعة من الجبال سلاسل جبال البحر الاحمر جبل جنب جبل جنب جبل جنب جبل تبقى مجموعة من الجبال يبقى جبال البحر الاحمر وتسمت كده عشان موجودة جنب البحر الاحمر اخر نوع عندنا من الجبال على خريطة جبل العوينات جبل العوينات وزي ما احنا شايفين على خريطة كده هنلاقيه موجود في اتجاه تمام برافو سمع ناس بتقول جنوب غرب مصر يبقى انا عندي ثلاث جبال على خريطة جبل سانت كاترين جنوب شبه جزيرة سيناء جبال البحر الأحمر بجوار البحر الأحمر جبل العوينات جنوب غرب مصر تاني شكل موجود عندنا من أشكال سطح الأرض هي الهداب والهداب عبارة عن إيه؟ مساحة من الأرض مرتفعة تاني مساحة من الأرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية يعني إيه؟ يعني مساحة من الأرض ممكن تكون مستوية يعني موجودة حتة واحدة بالشكل ده زي ما احنا شايفنا وممكن تكون في جزء منها طالع وجزء منها نازل تبقى الشبه مستوية يبقى تاني نفتكر مع بعض الهداب مساحة من الأرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية يبقى تاني مع بعض الهداب مساحة من الأرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية تعالوا بقى نشوف أمثلة الهداب الموجودة عندنا على خريطة مصر أول هدبة موجودة عندنا هدبة الجلف الكبير ونلاحظ أنها موجودة عند جبل العوينات في جنوب غرب مصر طب إزاي يفرق بين الهدبة والجبل على الخريطة من الكلمة اللي هو هيكتبها؟ لو قال لي جبل يبقى العوينات هدبة تبقى الجلف الكبير يبقى أول هدبة عندنا هدبة الجلف الكبير تاني هدبة عندنا سماعة هدبة مرمريكا هدبة مرمريكا ودي موجودة في الشمال تالت هدبة عندنا هدبة التيه ودي موجودة في شبه جزيرة سيناء يبقى عندي ثلاث هداب هدبة الجلف الكبير هدبة مرمريكا هدبة التيه تالت شكل من أشكال سطح الأرض معنا هي السهول الساحلية وزي ما احنا شايفين كده السهول الساحلية هي عبارة عن مساحة من الأرض مستوية مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول سحل البحر يعني موجودة بجوار سحل البحر عشان كده اسمها سهول ساحلية ساحلية على سحل البحر يبقى مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول سحل البحر مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول سحل البحر نفتكر مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول سحل البحر تبقى سهول ساحلية تاني نوع معنا من السهول هي السهول الفيدية السهول الفيدية عبارة عن إيه؟ عبارة عن مساحة من الأرض مستوية تتكون من رواسة بالأنهار يعني إيه رواسة بالأنهار؟ يعني التربة الطينية اللي جابها نهر النيل معاه هو جاي في طريقه ورصبها يعني حطها على أرض مصر توجد فين؟ على جانبي نهر النيل يعني على الجنب ده وكمان على الجنب التاني ده يبقى تاني السهول الفيدية هي عبارة عن مساحة من الأرض مستوية تتكون من رواسة بالأنهار على جانبي نهر النيل على جانبي نهر النيل ودلتاه نهر النيل موجود فين؟ موجود عند منطقة واجي النيل والدلتا طب واجي النيل والدلتا دول شكلهم إيه؟ هنشوفهم حالا على خريطة مصر ده شكل تاني للسهول الفيدية نرجع نفتكر تعريفها تاني قبل ما نشوف الخريطة يبقى السهول الفيدية مساحة من الأرض مستوية تتكون من رواسة بالأنهار تمتد على جانبي نهر النيل ودلتاه على خريطة مصر هلاقي أن السهول الساحلية ممكن تبقى على البحر الأحمر وكمان على البحر المتوسط أما السهول الفيدية موجودة على نهر النيل في منطقة وادي النيل اللي نزل عليها المصر القديم زمان وموجودة كمان في الدلتا الدلتا اللي هو المسلس اللي موجود فوق وادي النيل أو نهر النيل ودي أرض تانية قصبة كونها نهر النيل يبقى تاني السهول نعين السهول نعين سهول ساحلية ودي موجودة على البحر الأحمر والبحر المتوسط وسهول فايدية موجودة على وادي النيل والدلتا نرجع بقى نفتكر مع بعض تاني الجبل أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وشديدة الانحدار من الجانبين مثل جبل العوينات في جنوب غرب مصر جبل سانت كاترين جنوب شبه جزيرة سيناء وجبال البحر الأحمر أما الهضبة مساحة من الأرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية مثل هضبة مرمريكا وهضبة الجلف الكبير وهضبة التيا أما السهول بقى تفعنا أنها نوعين سهول ساحلية وسهول فايدية السهول الساحلية مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول ساحل البحر وجي مثل سهول البحر الأحمر وسهول البحر المتوسط أما السهول الفايدية مساحة من الأرض مستوية تتكون من رواسه بالأنهار على جانبي نهر النيل والدلتا مثل واجي النيل والدلتا تعالوا بقى نشوف كل البيانات اللي قلناها تاني مجمع على خريطة مصر جبل العوينات جنوب غرب مصر جبل سانت كاترين جنوب شبه جزيرة سيناء جبال البحر الأحمر بجوار البحر الأحمر هضبت الجلف الكبير اللي موجودة نحية جبل العوينات هضبت مرمريكا موجودة في شمال الصحراء الغربية هضبت التيا موجودة في شبه جزيرة سيناء السهول الساحلية بلاقيها على البحر الأحمر والسهول الفايدية موجودة على نهر النيل اللي عند منطقة وادي النيل والدلتا والسهول الساحلية بلاقيها كمان عند البحر المتوسط ودلوقتي بقى معادكم عشان خاطر تجاوبوا انتوا على الأسئلة وبكده يكون انتهى درسنا ونتقابل مع بعض المرة الجاية في درس جديد ترجمة نانسي قنقر